أعلم بحضراتكم من جديد والبداية بكل تأكيد بأخبارنا دينا الملكي نادي الزمالك والفريق الأول بعد وصول بعثة الفريق إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد رحلة تيران شقة طبعاً وطويلة استغرقت تقريباً سبع ساعات بعد ما خاض الزمالك لقاء شفناه وتابعناه أمام بيترو قتلكو في إطار الجولة الخمسة من دور المجموعات دوري أبطال أفرقيا طبعاً اللعيبة رجعت بألف سلامة وطمنا عليهم واللقاء زي ما تابعناه خلص بنتيجة التعادل السلبي ولكن بعد وصول البعثة إلى القاهرة قرر البرتغالي فريرة أنه يدي اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة راحة سلبية كده من التدريبات بسبب يعني صفر الشاق والرحلة الطيران اللي كانت طويلة جداً على اللاعبين كمان بسبب فترة التوقف الطويلة بسبب اللي منتخب مصر عنده مرحلة أخيرة من تصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم وجدوى المباراة الزمالك الرسمية هيكون في شهر إبريل فإدى اللاعبة يوم راحة سلبية يوم مجرد يريحوا من الصفر ويرجعوا مرة تانية للتدريبات عشان نبدأ في إبريل بعد التوقف بلقاء سجرادة الأخير في دور المجموعة لسه مع نادي الزمالك وأخبار نادينا وتحديداً من عند الجهاز الفني بقيادة فريرة اللي قرر الاجتماع مع الجهاز المعاون خلال المرحلة اللي جاية لبحث ترتيبات الفريق في الفترة القادمة تحديداً في فترة التأقف إزاي يبدأ يستعد للمرحلة اللي جاية؟ إزاي هيعمل خطة يشتغل عليها للفترة اللي جاية منتخب مصر آه عنده مرحلة نهائية وفي بعض اللاعبين موجودين في منتخب مصر ولكن الزمالك عنده جدوى اللقاءات صعبة زي ما قلت لحضراتكم عليها في شهر أربعة عندنا اللقاءات قوية جداً في الدوري بعد لقاء سجرادة الزمالك هيخد خمس مواجهات ولا أصعب بيرامد زمقاص صفاركو اتحاد مصري دول في شهر واحد فخمس لقاءات صعبين جداً إن شاء الله نخرج منهم بالعلامة الكاملة في الإيرا بعد مباراة بيترو قاتلتكو كان حريص على الحديث مع اللاعبين حول أهمية تحديد الأهدف يعني إيه تحديد الأهدف؟ طلب برتوغالي من اللاعبين ننسى مشوار اللي فات في دولي أبطال أفرخيا بعد وداع البطولة والتركيز في الفترة اللي جاية على هدف واحد هو تحقيق الفوز فأكبر عدب ممكن من اللقاءات في طولة الدوري لضمان الاستمرار في المنافسة لزمالك فاز بلقابها الموسم اللي فات وفريرة دايماً بيفكر اللاعب أن أنتوا أبطال الدوري فريرة دايماً بيقول اللاعب أنتوا أبطال الدوري نفس الفرقة نفس الاسكواد ما احنا فيه إيقاف قيد فنفس اللاعب دي هي اللحقات الدوري فهو دايماً بيفكرهم أن أنتوا أبطال أنتوا اللي أخدتوا الدوري أنتوا أبطال الدوري فلازم نحافظ على ده ويرجع الزمالك ويعود للطريق الصحيح إن شاء الله في الفترة اللي جاية